وزارة الداخلية والجماعات المحلية تبرق إلى المجلس البلدية لتمديد ساعات عمل المدومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها إلى غاية الساعة العاشرة ليلاً في خطوة تهدف إلى تنظيم الانتخابات المحلية المرتقبة شهر نوفمبر المقبل هذا البرق يعني مؤرقة في 14 سبتمبر 2017 والتي تبعاً صادرة عن وزارة الداخلية والتي من خلالها تم تمديد ساعات العمل للمكتب المخصص بجمع التوقعات الفردية للمترشحين وبناء عليه تم تمديد أوقات العمل لهذا المكتب إلى الساعة العاشرة مساءً وكذلك إلى غاية يوم الجمعات 23 سبتمبر يبقى هذا المكتب مفتوح إلى الساعة الثانية عشر دايلاً وكنا مشينا في 15 مدة حملة العمل الانتخابية ثم جتنا برقية ثانية من العاجلة من وزارة الداخلية تقول باش نزيد المدومة حتى آخر ساعة يعني باش نقود بشير هذا المواطن كي يجي البلدية من قاحتها صعوبة رؤساء المجالس الشعبية وفي خطوة للتنظيم العملية عمدوا إلى تفويض نوابهم للمصادقة على استمارات التوقعات الفردية لصالح قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقبلة هي منذ بداية العملية الانتخابية كانت جتنا تعليمها من مزارة الداخل يلي تتكلم عن المدومة للمنتخبين اللي هما لازم يكون نواب في البلدية لكي يقوم بالصار على عملية التوقيع والاستمارات كذلك جهزنا عن المنتخبين اللي عندهم تفويض بالإمضاء على التوقعات دمنا لهم مدومة ليتم كائن بعض النواب اللي بالثمانية أصبح لربعة تلاشية هو مكلف بالإمضاء على الوثيق وكائن نائب رئيس واحد آخر ليبدأ من ربعة تلاشية لعشرة تعلين هذا ومن المرتقب أن تستمر تمديد ساعات عمل المدومات إلى غاية يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري وهو آخر أجل لإيداع ملفات الترشح بما فيها يوم الجمعة على أن تبقى المدومات مفتوحة يوم السبت إلى غاية الساعة الثانية عشر ليلاً